أهلا وسهلا فيكم نجديد مشاهدينا نتحدث في محطتنا الأولى عن قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بشطب 80 ألف بركبة مضع على آخر ترخيص لها أكثر من ثلاثة عوام في حال لم يتم تجديد ترخيصها خلال ثلاثة أشهر هذا القرار أثار العديد من التساؤلات بالأمس سنناقشها مع ضيفنا من داخل السوديو سيد أيمن شقير الناطقير اسمي باسم وزارة النقر والمواصلة تسعة صباحك تسعة صباحك والأخوة مشاهدي أهلا وسهلا فيك بداية دعنا نتحدث عن مضمون القرار والذي صدر مؤخرا عن مجلس الوزراء وكما ذكرنا في البداية سيقوم بشطب 80 ألف مركبة تقريبا إن لم يتم تجديد ترخيصها خلال الثلاثة أشهر القادمة نعم الوزارة وبعد سلسلة من الاجتماعات التي جرت ما بين فريق الوزارة والأخوة في مجلس الوزراء تم استصدار قرار من كبل مجلس الوزراء يقضي بمنح مهلي ثلاثة أشهر لدعوة أصحاب هذه المركبات والمسجلة في سجلات النقل والمواصلات ومنتهية الترخيص لضرورة الإصراع بتصويب أوضاع هذه المركبات تجنبا لشطبها وأن المهلي تبدأ من 10.01.2017 ولمدة ثلاثة أشهر وبالتالي فإن الوزارة على ضوء هذا القرار قامت بدعوة أصحاب هذه المركبات بالمصارعة في تصويب أوضاع هذه المركبات تجنبا لشطبها ومراجعة كافة مدريات النقل والمواصلات والموجودة في محافظات الوطن دعم سيد إيما نتحدث عن 80 ألف مركبة وهو رقم كبير إما تحدثنا عن جزء كبير من هذه السيارات أو المركبات هي تمشي على الطرق وعمليا بدون ترخيص ما الذي دع بهذا القرار في هذا الوقت تحديدا؟ هل كان هناك أي مستجدات فيما يتعلق بهذا الموضوع؟ الهدف من هذا القرار هو تحفيز ودعوة أصحاب هذه المركبات إلى ضرورة المصارعة في تصويب أوضاع هذه المركبات ولكن الهدف الأساسي هو فلترت قاعدة البيانات الموجودة لدى وزارة النقل والمواصلات وجعل إحصائيات وسجلات الوزارة دقيقة وواقعية وهذا يندرج جميعه في إطار تنظيم قطاع النقل والمواصلات الجميع يسأل لماذا هناك بعض الأشخاص لم يقوم بترخيص أو نسبة الترخيص في وزارة النقل والمواصلات قليلة ولكن هناك الجميع لازم يعرف أنه كثير من هذه المركبات غير موجودة على أرض الواقع الناس لا قاموا بشطبها وبالتالي فإن هذا القرار لاتقامة الوزارة باستضاره من كبل مجلس الوزراء يعطي مهلة ثلاثة أشهر بحيث تقوم هذه الوزارة من خلال هذا وتنفيذا لهذا القرار بفلترة قاعدة ميات لتكون أقرب إلى الواقع وتكون نسب الترخيص أكثر واقعي نعم فيما يتعلق بالرقم تحديدا نتحدث عن 80 ألف مركبات هل هناك إحصائيات دقيقة هل ممكن أن يكون الرقم أكثر من ذلك أو أقل من ذلك هذا التبع لتجلات الوزارة الإحصائيات تطمحون حول من 70 إلى 80 ألف وهذا كبل الفترة أو المدة الممنوحة للمواطنين لتصويب أو ضاحم ولكن إحنا كوزارة نأمل من الجميع المصارع في تصويب أو ضاحم وللحد والتخفيف من هذه الأرقام نعم لكن سيد أيمن نتحدث عن مهلة ثلاثة أشهر وربما قد تكون هذه الفترة قليلة إذا ما تحدثنا عن أن النسبة من هذه المركبات قد تكون لأشخاص خارج البلاد يعني مغتربين وغيره ومركباتهم موجودة ما الإجراء؟ كيف ممكن هؤلاء الأشخاص يجددوا الرخصة؟ ومنحكي عنها خلال ثلاثة أشهر هل هناك تمديد؟ هل ممكن يكون تمديد أو استثناءات ربما لهؤلاء الأشخاص؟ نحن كوزارة وكجهة تنفيذية لقرار مجلس الوزراء نقوم بتنفيذ هذا القرار وفق ما جاء به وما يتضمنه هذا القرار ولكن إذا كان هناك حالات خاصة وهناك حالات استثنائية وفي هذه الحالة عليه مراجعة مثلا مدريات النقل والمواصلات والوزارة لا تعجز في حل أي مشكلة ما دام هناك مبررات مكنعة وهناك ما يبرر مثل هيك حالات سيد أمان ما هو الإجراء في حال انقضاء هذه المدة؟ سيتم شطب هذه السيارات نهائيا أو المركبات؟ نعم ولا ضوء هذا القرار وبعد الانتهاء من هذه المدة ستقوم الوزارة وآسفة بشطب أو بإلغاء تسجيل أي مركبة يكون آخر سريان ترخيص لها ثلاثة سنوات فأكثر وشطبها من سجلات الوزارة بشكل نهائي ما لم يقوم هؤلاء أصحاب هذه المركبات بتصويب أوضاعها ألا تعتقد أنه ممكن يكون في تمديد لهذه المدة يعني 80 ألف مركبة خلال ثلاثة أشهر يعني منحكي عن حجم عمل وضغط ربما سواء على وزارة المواصلات على دائرة الترخيص يعني كل هذه التفاصيل أنا أؤكد أن هناك كثير من المركبات التي تدخل في ضمن إطار هذا الشطب غير موجودة بالفعل ولم يقوم أصحابها بشطبها وهي تعتبر منها ما يعتبر هو كومة حديد موجودة على الشارع لا تخضع لأي فخوصات فنية وتمنحها للسير على طريقات وهي بالتالي تشكل خطرا حقيقيا ومحدقا على المواطنين وعلى سلامة مستخدمي الطريق وبالتالي حفاظا على أرواح وسلامة أصحاب هذه المركبات والتأكيد من أنها مشطوبة وغير موجودة على الأرض الواقع على أصحاب هذه المركبات والموجودة لديهم مركبات بحاجة إلى إعادة التشغيل عليهم نصرع في تصويب أو ضاحة من خلال مديريات النقل والمواصلات نعم بالفعل هذا أكيد سيوفر الكثير من الأموال التي تهدر سواء فيما يتعلق بالحوادث التي تقع نتيجة لهذه السيارات غير المرخصة وأيضا حماية المواطنين نتيجة هذه المركبات التي تسير على الطريق دون أن تكون ضمن القانون وضمن كل الإجراءات الرسمية سيد أيمام تحب يضيف أي شيء فيما يتعلق بهذا القرار تحديدا وتطبيقه في الأيام القليلة المقبلة ندعو كوزارة نقل المواصلات جميع المواطنين إلى ضرورة الإسراع في تصويب أوضاع مركباتهم لأن الوزارة تعطيهم ثلاثة أشهر بناء على قرار مجلس الوزارة وبالتالي فهي ستقوم آسفة بشطب أي مركبة لم يكن أصحابها بتصويب أوضاعها نعم كل شكر لو وجودك معنا وأكيد كل شكر لجهودكم في هذا السياق شكرا لكم أعطيكم ألف عمل مشاهديا ننتقل إلى محطة هل تعلم